اكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الليوارو كنفرج البحثني ان هجمات الحوثي في البحر الاحمر تشكل تهديدا على ممر الملاحة الدولية وتتطلب ردعا دوليا جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة العين الاخبارية وشكك البحثني في نوايا ومستقية ميليشيات الحوثي في الالتزام بمضمون خارطة الطريقة الامامية التي قدم المجلس الرئاسي الكثير من التنازلات في سبيل اخراجها موضحا ان مجلس القيادة الرئاسي لن يقدم التنازلات الى ما لا نهاية وان لم مرورة المجلس وضعت ميليشيات الحوثي امام العالم والمجتمع الدولية لتثبت مدى رغبتها في التنصل عن عملية السلامة وكشف اللواء البحثني عن تحديات كبيرة تواجه قيادة الشرعية اثر التدفق اعداد كبيرة من العناصر الارهابية لاسيمة الى حضرموت وابيان وعدن وشبوة بدعم وتسهيل من قبل ميليشيات الحوثي اشتركوا في القناة